الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله في هذه الحلقة المباركة أريد أن أترحم على المجاهد الكبير المجاهد أسد من أسود الله في هذا البلد السيد إيقولال محمد إيقولال محمد الذي كان يسمى في الجبل أيام الجهاد ضد الاستعمار الفرنسي كان يسمى محمد السعيد أسد من أسود القبائل وبطل من أبطالها توفي منذ أيام بتمزرت كان هذا الرجل أنا أترحم عليه كان محبا لهذه الحصة كان محبا لهذه الحصة ويتبعها ويستمع لما أقول ويستفيد ويدعو الله لي ويدعو الله لكل من دعون له هذا المجاهد هو والد مديرة مستشفى القبة العناصر أنا أعظم لهذه المديرة أجرى وفاة والدها رحمة الله عليه اللهم ارحمه برحمتك اللهم استره بسترك اللهم احفظه بحفظك اللهم اجعله ممن يقال له خذ كتابك بيمينك اللهم ان المجاهد ايقلال المحمد بين يديك جاءك بصلاته وجاءك بزكاته وجاءك بجهاده اللهم تقبله عندك في الصالحين وعظم الله أجركم جميعا ومديرة مستشفى القبة العناصر عظم الله أجرك ورزقكم الله الصبر والسلوان يا آل ايقلال المحمد نعم يا سيدي أنا أستمع إليك السلام عليكم الشيخ وعالكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا بخير يا سيدي الله يرضى عليك مستغانم بلد القلوب الطيبة نعم يا سيدي الشيخ أنا بعتمس كان في الصيف في رمضان اللي مشى رمضان اللي فات وآخر أعطاني اللي بعتمس كان أعطاني عربون بالعملة الصعبة في فرنسا بالأورو بالأورو حسباه لي في ذاك الوقت حسباه لي 19 وعشرين ايه ومن بعد ما وفش بالأهل تاع وقال لي شهر ونصفة نعطيك نكمل لك المبلغ وواطني المسكن ايه حتى الآن بشر رجعت لأدراهمو مين رجعت لأدراهمو الآن كيتقول حتى الآن شعال عندها الآن هذه عادها سبعة شهر ولثماني هاي اه تافخت على شهر وكن في حوالي سبعة أشهر زيد سبعة أشهر مين طول علي رجعت لأهل المبلغ تاعك وتاعهو دينا يا من ساين من بيع لك المسكن سكو طولت علي واني محتاج برحمة توعي ايه نعم هو مين رجعت لأهل العملة هو قال لي رجع حالي كي مرة يدير دروك ايه ايه يدير دروك 21 ولا 20 ولا مانيش عارف قلت لأ انا تفهمني هذاك الوقت بهذا السومة ايه وواطيتني المبلغ في ذاك الوقت ايه بتتحضر دروك العملة زادت ري يقولي زيدني على حساب هذا الوقت الشيخ صح سؤالك انتاك بوش الدير السؤال تاعي هنا اسكو اه هو وعطاني العملة في ذاك الوقت بتفهمناه في 19 و 20 دروك يقول لي خلفني بوحدة و 20 ايه كمان خلصوا بوحدة و 20 اللي هو بضفت عاش و 20 الله يا رضا عليك اسمعني جيدة اسمعني جيدة لأنا لأن العملة هذك الوقت كانت هابطة قال ليك خلص لي بلسومة العملة الان هي طالعة ايطال هاكذا ولو كان العملة الان هي هابطة يقول لك نفس الكلام لا ما يقوليش الكلام يقول انتو الكلام من الاول واش يقول لك؟ يقول لك ان نتعاملو بالاول سوا انا سألتا هذا السؤال ما تجاوبني الله ما يجاوبكش ما يجاوبكش يا رو تنسيت بلي الانسان يحوص مصلحته ايش كاي الناس هقدر يحوص مصلحته اسمعني يا سيدي اسمعني انت لسه مسؤول عن تغير العملة شكرا انت لسه مسؤول عن تغير العملة انا يعطي 200 اورو هذك 100 اورو نخبيها في داري كي نحب نبيحها كي تطلع نبيحها نحب نبيحها كي تهبط نبيحها لان الاورو يتغير هكذا الدولار يتغير العملة تتغير اذا انت باعلك ب19 اورو اعطيه 19 اورو اذا هو حبي يردها 21 ينتظر زمن ال21 ويبيعها وهو الشيخ قال لي دروك انا ارجعت له بس كي هو وطني العملة في فرنسا ورجعت وقال تفاهمنا بالدينار وانا في الجزائع رجعت له بدينار كيف تفاهمنا عليه انت لست مسؤول عن تغير العملة ماشي انت هذه حاجة ما عنديش الشيخ كاش بانى يزير مع الخلطة لا 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 ما كدر احتغط شوف هذا المسألة هذه كينزوج اقوال كينزوج اقوال باش نفهمك اعوذ بالله من كلمة انا انا نفتي بهذا القول بصحية كينزوج اقوال كين قول يقول لك نروحو نقيموها ذهبيا نروحو نقيموها بالذهب ونشوفه 19.20 أورو شعال جاء بتذهب وتعطيها له الآن ولكن هذا القول لا نعلم ما نعملش به لأن الناس أصلاً الآن لا يتعاملون بالذهب ما كاش الآلاوي بيعضاره بالذهب ولا سيارته بالذهب ولا آهل تغاسيل بالذهب ما كاش هذي يقع الآن الآن يتعاملون بالعملة الوراقية تقيم عملة ورقية هذه وحيدة كاليه يقولك لا لا نحن نقيمها معاً محسب نشوفه شعال جيباً معاً وهدو كلهم معاً نقيمهم الآن ماذا لي يا سيدي أنا الشيخ نيتين بيعني السكنان بس كهو طول عليهم وفاش بالعهد التيعه كل خطأ يزيد يطول لي المدة كل خطأ يزيد يطول لي المدة يا حبس وكان ساي المنطق شن بيع لك السكنان لو كان نزيد نقول لك حاجة باش تفهمني وهو يفهمها على بالك باللي ذهب علمائنا المالكية أن التأخير إذا تضرر انتهي لما أخر لك سبع شهور انتهي تضررت لأنك انتهي لك وكان بعت مسكن تاعك في أول مرة بل لك شهيت مسكن آخر جاني شعال من إيسا الله يرضى عليك إذا فوت عليك كثير من المشتري اللي كانوا مساعدين يشعرواها وعلى بالك باللي لك على بالك في الفقه المالكي يخلص على التأخير ولا ما على بالكش يخلص تأخير يخلص على تفويت تفويت البيع لأنه أقبض لك البيضاعة أنا شديت لك البيضاعة ما خليتكش تبيحها أنا يقول لك أنا نشريهم بعد بعد عام نقول لك لا لا نأخر عليك شديتك سنة كاملة وأنا اتفقت معك بلي على شهر درامك يكونوا عندك وانترك امطلع حساب بلي على شهر تشري مسكن آخر فهمتني ثم من رجع الولو الشيخ ناسيب تردلو واش عطاك سيء بارك الله انتهت القصة شكرا مرحبا بك عنا في مسألة الله يرضى عليك يا سيد سلم لي على الاسم مشتغالم يا سيد شكرا الله طيب لك ان شاء الله الله يرضى عليك هذه مسألة شائكة شوية ولكن أعوذ بله من كلمة أنا مطمئن لي هذا مطمئن لي هذا لأن الناس ما مش مسؤولين عن العملة ذو كواحد أني نمثل واحد صلف لواحد مئة أورو ومن بعد هذك أردلو مئة أورو يقولوا لا لا يقولوا الأورو هبط لا لا يقولوا الأورو الآن أطلع تردلي مئة وخمسين أورو فيها شبهة تريبة أعطيت له مئة أورو يطلعك مئة أورو ومن بعد انت هاو الأورو يطلع ويهبط انت يا خليه أخليه إلى غالة السوق ولا تدبر أمرك هذا الذي أفتي به وهذا الذي يطمئن إليه قلبي سائل يقول سائلة تقول ما حكم دخول الحمام للمرأة قيل لنا أنه حرام أولا يا أختي الحمام ليس شيئا واحدا إذا حمام مختلط وتظهر فيه العورات وتنتهك فيه الحرومات كيواللو يدير السيل فيه في الحمام أنا لقى لك حرام عنده الحق لقى لك حرام عنده الحق لأنه راه يفتي على حالة معينة ولكن إذا حمامات منفصلة والمرأة تقتسل وما كان مأمون يعني كما كان الحمامات تعنا لا تدخله إلى النساء وبحراسة مشددة وينحيولهم من البرطاب نحيولهم من الجول إذا كان حمام هكذا يجوزوا للمرأة أن تقتسل إذا أذن لها زوجها خاصة للأماكن اللي ما فيها شلماء يأو كاين أماكن الماء ما يسمعوش به في العين ونهار تكون أحاها أروصي يقول لها حرام وش دير هذا الماطع تقتسل في الوادي ولا أما الفتوى قعمة بنية على طبيعة الحمام كيف دير هذا الحمام إذا حمام محترم وليس فيه اختلاط فيجوز ولا شيء عليها وهي مأجورة أما إذا حمامات مختلطة ولا تراعي حلالا ولا تراعي حراما فهذه لا تجوز هذه بأينا هذا مكان المهم المالكي قالوا كاين حاول إحداش شرط لدخول الحمام أن تدخله بسببين وأن تدخله بأجرتين وأن تدخله بإذن الزوج باش يا راجل يجي للدار ورأي لم يقول لي في الحمام ايه وقول يا راجلك انت يا وراجلك باش يروح للحمام حتى يقول لك حسبون الله ونعم الوكيل حبيت النبه وحد المسألة هي شائكة قلت قلتها ولكن بزاف النساء ما فهموهاش حتى أن كاين بعض النساء غضبوا غضبنا قال لك كيف الشيخ يقول فهموني باش ما تغلطوش كي تفهموه هو الصح أنا قلت كاين ثلاث ملايين امرأة في الجزائر عانس يموتوا بلا زواج والناس بدأوا يعلقوا يقول لك كيف هذا علم الغيب وكيف أعرف باللي ثلاث ملايين أي ما يش علم الغيب هذه عملية حسابية تبعوني تفهموا عندنا عشر ملايين بنت فوق خمسة وثلاثين سنة كتبتوها أكتب عشر ملايين بنت فوق خمسة وثلاثين سنة وعندنا الراجل الجزائري كي يوصل خمسة وثلاثين سنة يروح يدي بنت خمسة وثلاثين ولا يدي الصغيرة هيا يجاوبوني هو كي يوصل خمسة وثلاثين ما يديش بنت خمسة وثلاثين يدي الصغيرة هذك عشر ملايين خمسة وثلاثين واش بقالهم يبقى لهم زوج أنواع من الرجال تبعوني مليح يبقى لهم الأرمل لما تتمرتوا ولادوا يحوسوا له على وحدة تقوم به ولا يبقى لهم المعدد ليحوس زوجات تانية أكو معايا أكو معايا ما شاء الله حتى هذا الزوج الأرمل الأرمل ولا المعدد ولا يحوس على الصغيرة وانت عندك عشر ملايين فوق خمسة وثلاثين سنة ما للأرمل والمعدد ولو تاني كيحوسوا على الصغيرة ما هو الحظ عشر ملايين طفلة في الزواج هيا جاوبوني ما هو حظهن في الزواج وليد خمسة وثلاثين يدي الصغيرة الأرمل يدي الصغيرة المعدد يدي الصغيرة وما هو حظ خمسة وثلاثين سنة في الزواج وإحنا عندنا عشر ملايين وكل عام تلتميات ألف بنت توصل إلى خمسة وثلاثين تدخل سوق العنوسة شفتوا بلي تلت ملايين وقليلا أبوك ما حبيش نصدمكم ولا قل تلت ملايين أما العدد لو يقول إنسان أكثر من ثلاث ملايين لما أخطأ فهمتوا أو ما فهمتوا قضية حسابية وانا ما رانيش نقولها باش وإنما أقولها باش نشجع الدولة تهتم بهذا الموضوع والله عمر داركم بالخير والبركة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى موسيقى